بسم الله هنشوف مع بعض ازاي نعمل فاونديشن هاجي من استركشور فاونديشن هقول له انا عايز اعمل للحوائط واختار الحوائط الانشائي تمام اللي هو انا عايز اعدل فيها هقول له سيليك دولي كده انا عدد اللي عناصر المجدد في الفيو هاجي هنا اشوف الحاجة اللي انا عايزها ممكن هدخل لعمل طيب جديد ايدي الطيب هقول له اوكي انا كده عددت الاسم وعدلت الديمانشن بتاعته فاتلاقي الحاجة تعدلت طيب لو انا عايز اعمل العمدان الكولومس الافضل اللي انا عملها في 2D ويبعد تعمل في سري دي بس الافضل في 2D دي العمدان اجي هالها ايزوليت واشوف ايه الفاونديشن انا عايزها في كزا نوع واجي احطوه هنا في مركز العمود بالشكل دوت او ممكن اقول له اد جريد اللي هم كلهم موجودين في جريد اد كولومس ممكن احطم كلهم لكولومس احدد كولومس اللي انا عايزها وبعد كده اقول له ايه فينش او اد جريد واعلم على الجريد فينش الاسلاب هقول له هنا استراكشور فونديشن اسلاب ويقول له مثلا انا عايز الاسلاب بتاعتي بالشكل دوت وده السمك بتاعها اقدر تغير السمك زي ما انت عايز هقول له فينش ادخل بقى في السري دي اهو اللاقي الفونديشن اتعمل ولو انا عايز اعمل اسلاب اتش هاجي انا في السلاب اقول له اسلاب اتش وابدأ احدد الاسلاب بتاعي اللاقي جانب بقى فونديشن متعبه نت Leave بقينة هذا اللاقي القيار fondo القيار فونديشن من القيار тов giorn